موسيقى أسعد الله ووقاتكم مشاهدي الكرام في كل مكان أهلا بكم إلى جولة الصحافة وإطلالها على أبرز العنوين والمواضيع التي تصدرت الصحافة العربية والبريطانية الصادرة في لندن والصحافة العربية عموما أرحب ضيفي الكاتب والصحفي إبراهيم درويش والصحفي والمحلل السياسي محمد عايش فيا مرحبا بكم نبدأ مشاهدي الكرام من الصحافة العربية والقدس العربي اليوم عنونت في صفحتها قمة شرم الشيخ تفشل بالتوصل لجدول أعمال واستمرار وعقبة الاستيطان ومتشل مع يهودية إسرائيل أما العرب اللندنية فعنونت إسرائيل تريد أو إسرائيل ترد على قمة شرم الشيخ لن نمدد حضر البناء في المستوطنات وأما في الصحافة الخليجية نقرأ اليوم في القبس الكويتية شركات الاتصالات تؤكد أن لا تنصط على الموبايل وكذلك في الصحف الخليجية الاتحاد الإماراتية تقول واشنطن تقول أن دعم الإمارات يعزز قيام الدولة الفلسطينية وفي قطر طبعا نقلت جريدة العرب عن رئيس وفد الفيفا قوله نقدر جهد قطر في ملف المونديال المنامة إلى البحرين وهناك عنونة جريدة الأخبار جريدة أخبار الخليج البحرينية قولها إحباط عملية واسعة لتفجير سيارات مفخخة أما في الجزائر وهناك عنونة جريدة الخبر أربعون ألف أستاذ جامعي يستفيدون من زيادة في الأجر قدرها عشرون ألف دينار هذا في الجزائر أما في لبنان وكتب جريدة النهار اليوم الأسد تسلم رسالة من المالك ويقول ندعم حكومة تمثل كل المكونات هذا في النهار أما في الصحفة الأردنية إلى الأردن جريدة دستور عنونة الملك عبد الله الثاني يقول نسير على الطريق الصحيح من أجل مواجهة الصعوبات والتحديات وننتهي مشاهدي الكرام إلى جريدة فلسطين الصدر اليوم في غزة والتي عنونة جولة المفاوضات الثانية تنتهي دون نتائج ولقاء جديد في القدس اليوم أيضا على مسار المفاوضات الثنائية هذا أهم طبعا ما جاء في الصحفة العربية الصحفة البريطانية سريعا مشاهدي الكرام تنوعت اهتماماتها اليوم قالت أن إيران تبرعت مبلغ 25 مليون لدعم حزب العدالة والتنمية في تركيا فيما وصفت التايمز المفاوضات المباشرة بأنها فجر كاذب للآمال سواء في الشرق الأوسط وكذلك كان لها تعليق على الموضوع العراقي أهلا بكم ضيفي إبراهيم درويش ومحمد عايش ودعنا محمد نبدأ من عندك كما شاهدنا الصحفة العربية أغلبها ينهي من عليها موضوع المفاوضات الثانية التي انتهت أمس في شرم الشيخ واليوم بدأ طبعا لقاء ثاني في القدس فكيف تناولت الصحفة هذه المفاوضات التي ما زالت متواصلة نعم يعني انتهت الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يوم أمس عقدت جولة مفاوضات في شرم الشيخ برعاية مصرية وبوساطة أمريكية ووصفت هذه المفاوضات أو هذه الجولة بأنها كانت جولة فاشلة لم تنتهي بشيء أشارت بعض الصحف إلى أن الاستيطان لازل هو العقبة وفي هذا السياق أعلنت الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح بأنها ماضية في النشاط الاستيطاني الذي يلتهم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية أو في القدس وبالتالي بات من الواضح بأن إسرائيل لن تمدد تجميل الاستيطان الذي ينتهي أو الذي يفترض أن ينتهي بعد أسبوع واحد تقريبا أو بعد عشرة أيام من الآن وبالتالي هذه المعضلة الرئيسية الشيء الوحيد الذي تم التوصل له أو تم الاتفاق عليه هو أن تبقى هذه المفاوضات مباشرة وأن تبقى هذه المفاوضات طيال كتمانية تصريح لفتكالي وزير خارجي المصري أحمد أبو الغياد قال في أنه لا يتوقع النجاح في حل الخلافات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيل حول الاستيطان ولكن في نفس الوقت اليوم تتواصل لقاءات زياد خارجية في القدس فهل هناك تنبؤ بما ستنتج عنه المفاوضات اليوم في القدس؟ الواضح أن الجميع ينتظر طبعا لقاء اليوم لكن لا يوجد أي مؤشرات تدل على أن لقاء اليوم يمكن أن ينتج عليه أي شيء يذكر إسرائيل أعلنت بوضوح بأنها ماضية في الاستيطان والفلسطينيون كانوا أعلنوا سابقا بأن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية ودعني أشير أيضا الآن بأن يوم أمس أعلن ميتشيل أيضا جورج ميتشيل وهو الوسيط الأمريكي الذي يفترض أن يكون نزيها أعلن بأنه مع يهودية إسرائيل وهذا يعني أن أمريكا تستجيب للمطلب نيتنياهو عندما قال في واشنطن وما جالت أن الصحافة العربية تقلل من سقف التوقعات من هذه المفاوضات بقول تأكيد نعم دعنا أن نذهب إلى إبراهيم درويش في الصحافة البريطانية حديث عن موضوع التركي لكن ليس يعني الإقرار التعديلات هناك خبر يقول أن إيران دخلت على الخط التركي الداخلي ودعمت حزب العدالة والتنمية بـ 25 مليون دولار طبعا خبر صغير يعني طبعا صحافة البريطانية جمالا يوم تركزت موضوعاتها على قضايا محلية قضايا الخفض في المازانية قضايا قضية زيارة البابا المتوقعة لبريطانيا في اليوم غدا وقضايا في شمال أيراندا وتحقيق في مقتل وتقشف المال اللي وتقشف المغاية وغير ذلك لكن هو طبعا خبر هذا يعني وضع الكاتب هو كونغ كوغلين هو كاتب يمين دائما مؤيد لإسرائيل وطريقة وضعه واختيار الموضوع يعني كيف حزب العدالة والتنمية حزب حاكم في تركيا يحتاج إلى تقريب 25 مليون دولار أمريكي مليكي يدعم حملة الانتخابية الثانية هو طبعا يريد أن يتحدث أن الإصلاحة الدستورية التي نجح حزب العدالة والتنمية بتمريرها هي ليس والتي يعتبر المحللون خطوة أمام تركيا للدخول في الاتحاد الأوروبي هي نكسة لأن تركيا هذه التي تتطلع للغرب هي ظهرها أو وجهها متجهة نحو الشرق وعلاقتها مع إيران يريد أن يفتح الملف التركي والإيران طبعا علاقة تركيا وإيران دي تليغراف فقط هي التي نقتها هذا خبر صغير هو كالعادة ينسبه إلى محللين ودبنهسين غربيين ويقول أن إيران دفعت الدفع الأولى منه إلى حزب العدالة والتنمية العدالة الثانية من أجل الحملة الانتخابية هل ترى في خفايا الخبر وفي طياته محاولة للوقوف في وجه الانفتاح التركي المباشر في الاتحاد الأوروبي كما ترحيب بخطوة تعديلات السورية فهل هذا ربط بين إيران وبين تركيا لوقف في وجه دخول على الاتحاد الأوروبي هو ليس خبر مهم لكن طريقة وضعه وتكييفه وتكييف الخبر وكاتب الخبر رجل معروف بمواقفه طبعا دافع عن حرب العراق ومعروفه مواقفه من إسرائيل ومصده دائما أحيانا تكون من اليمين البريطاني أو تكون من إسرائيل ويأتي في هذا الوقت التي نجحت فيها الحكومة العدالة والتنمية وهذه الحكومة التي تحكم تركيا هل هي بحاجة تذهب إلى راني لكي تمول حملات انتخابية ويبرر أن إيران دعمت حزب العدالة والتنمية لأن رجب أدوغان ورئيس الوزراء التركي يحضر لأن يرشح نفسه لولايثات وليس بعيدا عن إيران يعني العراق وليس بعيدا عن تركيا أيضا في العراق هناك محاولات لتصحيح العلاقة الخط بين دمشق وبين بغداد رئيس الأسد كما تنقل الحياة اليوم تقول أنه تلقى إشارات إيجابية من المالكي وطمأنه بتحسين العلاقات بين العاصمتين نعم يعني هذه الصحيفة تشير إلى أن النور المالكي أرسل برسالة وبوفد إلى دمشق التقى الرئيس بشار الأسد وسلمه رسالة من المالكي ولم يكشف حتى هذه اللحظة مضمون هذه الرسالة لكن الرئيس بشار الأسد قال أمام هذا الوفد بأن سوريا تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في العراق وأنها مع مع تشكيل حكومة يتفق عليها العراقيون ويتوافقون عليها وبالتالي يعني اعتبر هذا بمثابة يعني مصالحة بين أو ما يشبه المصالحة والتقارب بين تيار المالكي وبين سوريا وتشير الصحيفة إلى أنها مصالحة بين العراق كعراق وبين سوريا لكن الواضح أو الظاهر من مثل هذه الرسالة أو من مثل هذا التقارب بين المالكي وسوريا أنه يعني بدأ يقتنع ربما المالكي بأن هناك دور سوري مهم في العراق وأن سوريا لا يمكن تجاوزها وأنها يعني وأنها لعب يعني جغرافي سياسي أساسي في المنطقة لا لعب مهم ويريد أن في العراق القيادة كان السيد أبراهيم الاندبندنت أو التايمز قالت فجر كاذب لأمال السلام في العراق يعني الأمال تشكيل الحكومة العراقية وطبعا صحيفة التايمز خصصت مجموعة من تقارير في صفحة واحد صفحة كاملة عن أثر الانسحاب الأمريكي طبعا بعد أسبعين من انسحاب الأمريكي من العراق وقرر إذا تخبيض عدد الجنود الأمريكيين في العراق يقول أن الأمريكيين لا يزالوا يقوموا بنفس المهمة طبعا هو سحب الكوات القتالية في العراق وأبقى على قوات مهمتها تدريب الجيش العراق وقوات الشرطة العراقية لكن هنا الأمريكيين لا يزالوا يأخذون معارك مع المسلحين يتحدث عن عملية دخول المسلحين إلى وزارة الدفع العراقية في الخامس من هذا الشهر الحالي ومواجهة بين الجيش العراق والأمريكي في ديالة ومواجهة أخرى في منطقة صلاح الدين وكيف أن الجيش الأمريكي لا يزال يمارس يكون بنفس المهمة القتالية هو يقول أن الجيش الأمريكي ما حدث في المهمة الأمريكية هو تغيير في الاسم لكن في جوهر العملية لا زالت الجيش الأمريكي يقوم بمهمة قوة الاحتلالية القتالية كما سبق هذا هو جوهر المقال ليس هناك تغييرا في السياسة الأمريكية القتالية تحدث عن جيش الأمريكي مثلا ألقى قبل يومين بيكون بلا زينات حوال 500 طن على المسلحين في منطقة ديالة وغيرها مواجهة أخرى فيما يتعلق بالجنسية وسحبها قيادة بارس في جماعة الإخوة المسلمين أفلت من قرار سحب الجنسية هل هو في مصر أم في الأردن؟ الحديث يدور عن الأردن وعن أن مشكلة صحب الجنسيات تتجدد من جديد جريدة القدس العربية نعم تنشر تقريرا عن ظاهرة صحب الجنسيات والذين سحبت جنسياتهم في داخل الأردن وتقول أن هذه الظاهرة أصبحت ترتبط بأمزجة الموظفين والمسؤولين في الدولة وليس لديها أي قواعد وهناك مزاجية في التطبيق طبعا نحن نعرف بأن تطبيق هذا أو يعني سحب الجنسيات يتم على أساس أو على قاعدة قرار فك الارتباط الذي صدر في العام 1988 لكن الجديد الذي تأتي به الصحيفة اليوم بأن قياد بارز ومهم في جماعة الإخوة المسلمين وهو الأستاذ جميل أبو بكر كان عرضة لأن تسحب جنسيته ورقمه الوطني وأن هذا علما بأنه قياد في جماعة الإخوان وفي حزب سياسي مرخص داخل الأردن بالضبط الشخصية معروفة ومشهورة هناك قواعد كان للحكومة الأردن فترة كما نقلت الصحف أنها توقفت عن ذلك وأن هناك قواعد حسب الكارث الأخضر أو الأصفر الصحيفة ربما يكون هناك نعم توقف لكن هذا توقف الحكومة عن سحب الجنسيات لا يعني أن المخاوف من استمرار سحب الجنسيات توقفت الحديث في الصحيفة أو التقرير يتحدث عن أن المخاوف من شطب القيود المدنية وشطب الأرقام الوطنية للأردنيين وسحب جنسياتهم وجوازات سفرهم متجددة وأن أعدادا كبيرة من الأردنيين أصبحوا يخافوا من هذه الظاهرة أو من هذا الأمر بما في ذلك أن الصحيفة حصلت على معلومات تشير بأن قيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي وهو شخصية معروفة في الأردن جميل أبو بكر أفلت والمراقب العام من الإخوان المسلمين نعم أفلت بصعوبة أو أفلت بقدرة قادر من قرار كان يمكن أن يسحب موجبه جنسيات ويتحول إلى مواطن في فلسطين ويتحول إلى شخص ليس مواطن وبالتالي عليها أن يستقين من حزب جبهة العمل لأنه في الأردن قانون الأحزاب يشترط أن يكون عضاء الأحزاب أردنيون وبالتالي عليها أن يستقين فورة نذهب إلى إبراهيم درويش والغارديان تبشر بثورة في كوبا كوبا كاسرو وكوبا الجذارية تحولت إلى كوبا الرأسمالية وهذا ما تتوقع الصحيفة هو طبعا تعليق على السياسات الجديدة الانفتاح الاقتصادي في كوبا حيث أعلنت الحكومة الكوبية اليوم الاثنين عن تسريح أو إلغاء مليون عامل في كوبا وهؤلاء كانوا موظفين على الحكومة الكوبية وأنها أرادت تحاول أن تخصص القطاع العام وتعطي القطاع العام مجال تخفف اعتماد هذا القطاع على الدولة وتخفف النفقات وطبعا هو كتب المقال يتحدث إلى مجموعة من الحلاقين الحلاقين كانوا في الوقت الماضي هم موظفين على حساب الدولة وهو يتحدث عنهم كيف أنهم كانوا يعتمدون سابقا على الدولة في وظائفهم ويقول أحد الحلاقين أنه لا يفكر في هذه الفترة أن يشتري المحل وكان لا يفكر بعدد الزبائن الذين يزورونه أو عدد الزبائن لأنه سنقطاع حكومة لا يعرف كيف يدير المحل وكيف يزود المحل بهذا ولا يعرف إن كان سيربح لأنه سابق كان يأخذ فلوس مراتبه من الدولة الآن يريد أن يعتمد عن نفسه طبعا هي جزء من السياسات الانفتاح التي يتبعها رؤول كاسترو شقيق الرئيس التاريخي للثورة الكوبية فيديل كاسترو ويعني نعوناه من خصصة الاقتصاد وتخفيد اعتماد الموظفين على الميزان الدولي تخفيف القيود على الميزان الدولي وهذا تخفيف القيود في قيود تفرض في مصر حسب أيضا القدس العربي تنقول أن هناك اعتقالات الناشطين مصريين لكن ليسوا من الأخوة المسلمين أو من القوى المعارضة يعني من أنصار عمر سليمان أو تيرشيحه الخبر تفاصيله عندك محمد الصحيفة تحدث عن اعتقال ناشط مصري كان يحاول السفر يوم أمس من القاهرة إلى لندن لاستكمال دراسة الدكتوراه وهو شادي الغزاء لحرب ناشط معروف في مصر وهو ابن شقيق أسامة الغزاء لحرب رئيس حزب الجبهة في مصر شادي هو ناشط في الجبهة الوطنية في الجبهة الوطنية للتغيير وكان يفترض أنه وهذه الحملة المؤيدة للبرادعي لترشيح البرادعي وهو ضد التمديد لرئيس حسن مبارك وضد التمديد لجمال مبارك تقول الصحيفة أنه اختفى يعني تم اختطافه من المطار أو اعتقاله وتنقل الصحيفة أيضا عن بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقول أن جهة ما فوق أمن الدولة أو أكبر من أمن الدولة هي التي اختطفت شادي وقادته إلى مكان مجهول ولا يعرف مكانه حتى الآن أما والد شادي فيقول بأنه ليس لديه معلومات عن ابن ليس لديه معلومات وأن اعتقال ابنه يأتي بعد أيام من اعتقال صديقين له من الناشطين أيضا في الحركة الوطنية للتغيير وبالتالي ما يستدل منه في النهاية عن وجود حملة اعتقالات تستهدف الذين يؤيدون ترشيح أشخاص غير جمال مبارك وغير السيد حسني مبارك في داخل مصر طيب إبراهيم درويشفي هناك أيضا خبر في صحافة البريطانية عن صفقة بين الحكومة الإسرائيلية وبينها صاحب موقع إباحي يعني لأغرض الحكومة الإسرائيلية الترويجة ليس صفقة وطبعا خبر صغير في صحيفة وأيضا موجود في صحفة عن صاحب موقع شخص اشترى أنشاء حساب في موقع تويتر للاتصالة التواصل الاجتماعي في عام 2007 وهذا الموقع الحساب لم يكن مجمدا فلما قامت إسرائيل بهجمتها على غزة وعملت فضاء ضد الفلسطينيين أخذ الموقع يتلقى رسائل من الناس يعني يهاجم هذا الرجل وصاحبه على اعتقد أن هذا الموقع لأنه اسمه إي إسرائيل هو صاحب الموقع والحساب اسمه إسرائيل ملينديز لكن ليس له علاقة ليس له علاقة هو طبعا يهود إسباني يعيش في ميامي في فلوريدا ويقول أنه فتح الحساب وجمد استخدام الحساب لأن صديقته كانت تلحقه فحتى يتخلص بصديقته فأوقف الحساب في الأشياء الأخيرة ففتح الحساب ففتح التويتر وجد كثير من رسائل التي تهاجمه ووجد ضمن بين الرسائل رسالة من بن ياميني مكتب بن ياميني تنيهو يعرض عليه صفقة أن يشتريه فطبعا هناك رواية هو قال هو لم يصدق هذا الخبر يعني هو تصل هناك أكثر مروحي يقول في تصريح الصحيف الإسباني اسمه بابليكو قال أن إسرائيل أنه تصل بهم وقال لماذا لا تشتروا الموقع الحساب مني مازحا لكنه يقول في تقرير صحيفة النيورك تايمز وصحيفة الجارديان أنه اتصل بالكنسلية الإسرائيلية وذهب هناك واشترى منهم وبعهم الحساب بأكثر من عشرات الألاف لكن حكم الإسرائيل تقول أنه دفعت حوالي 3 ألاف دولار هذا الموقع الإسرائيل طبعا تريد أن تستخدم الحساب من أجل الدبلوماسيا العامة من أجل تصحيح صورتها التي تشوت بسبب الحساب على غازة وفي إطار الهجمة الإسرائيلية أو المحاولة الإسرائيلية لأجلاء الموقع الإلكترونية لا لا هو ليس إسرائيل تريد أن تستخدم الحساب تويتر من أجل تحسن صورتها بما يسمى بابليكو دبلوماسيا أو السياسة العامة لأن إسرائيل كما قلت أصبح ناس يتحدثون عن شرعياتها وتشوهت صورتها بسبب الحصار على الغازة والحرب اقتصاديا محمد في الشرق الأوسط يعني إحصائية لجولدمن ساكس تقول أن قطاع المصارف في سعودية رح يتطور ويتحسن في انتعاش نعم جريت الشرق الأوسط تنشر تقريرين الأول لجولدمن ساكس والثاني لوكالة فتش للعالمية للتصنيف الاعتمالي وتحدث التقريرين عن أن مستقبل قطاع المصارف في السعودية أو قطاع المصارف في السعودية مقبل على فترة انتعاش جيدة ومقبل على تحقيق أرباح جيدة ومقبل على تدفق سيولة جيد وتقول التقارير وهذين التقريرين يقولان بأن السبب الرئيس في هذا لتوقع هذا الانتعاش يتمثل في الإنفاق الحكومي المفترض أو المتوقع أو المخطط له خلال السنوات القادمة والذي يتمثل في وجود خطة لتحسين البنية التحتية في السعودية تم تخصيص 400 مليار ريال لها وستنفق خلال خمس سنوات ما يعني أن السعودية مقبلة على مشاريع ضخمة لإنعاش البنية التحتية ولإصلاحها ولترميمها في مختلف أنحاء المملكة وهذه مثل هذه المشاريع الضخمة ستحرك العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها في الواقع البنوك وقطاع المصارف الذي سيشهد بالفعل تحسن وسيشهد فترة انتعاش جيدة وأيضا ستنتعش الكثير من الشركات في الحقيقة إذا ما تم تطبيق الانتعاش سيشمع ليس فقط قطاع المصارف كل القطاعات المصرفية طيب اسمحوا لمحمد دعايش وابراهيم درويش ننتقل إلى الكاركاتير بعد ونعود تقليب الصفحات في جولة الصحافة أهلا بكم مشاهدين كرام الكاركاتير اليوم تركز حول موضوع الأكثر سخونة في العالم العربي هو المفاوضات المباشرة محمد عايش الكاركاتير أيضا إضافة إلى الصحف كانت تحول المفاوضات المباشرة يعني ما الذي لفتك في هذه الرسومات أو تعكس حال التفاؤل أو حال التشاؤم نعم مظم رسمي الكاركاتير يرسم حالة بشعة من التشاؤم حيال المفاوضات المباشرة التي لا يرتجى أن تحقق شيئا لاحظنا في الصورة الأخيرة هناك صورة حيوان كبير لا نعرف إذا هو خنزير أو حيوان كبير يمثل الاحتلال الصهيوني وإشارتين الأولى تتحدث عن شرم الشيخ والثانية المفاوضات المباشرة يريد رسام الكاركاتير أن يقول لنا بأن الاحتلال هذا الوحش الصهيوني الإسرائيلي الذي يلتهم الأرض والإنسان في فلسطين ويدمر كل فلسطين هذا يهرب منه الفلسطينيون ويهرب منه وسطاء السلام وحتى الدول العربية التي تدعم هذه المفاوضات كلها تهرب إلى المفاوضات المباشرة وبما لا يوقف هذا الاحتلال الاحتلال هو الذي يلاحق المفاوضات وليست المفاوضات هي التي توقف هذا الاحتلال وهذه الصورة يعني هو مصر على ملاحقة هذه المفاوضات نعم مدام الاستيطان مستمر مدام الاستيطان مستمر في اتهام الأرض والعدوان على الأرض في الكاركة المصر على مهاجمة والقضاء على هذه الملفات المطروحة في المفاوضات أستاذ أبراهيم درويش أخيرا في مديح الخريف تقولت أن هناك مقال يتحدث عن الخريف ونحن طبعا نودعه ونستقبل الشتاء طبعا الصحف البريطانية عندها مواظم الصحف البريطانية عندها افتتاحياتين الرئيسيتين الجارديان والإندباد افتتاحياتين الرئيسيتين جدتين أو جدتان وافتتاحية صغيرة الجارديان تسميها في مديحي كل يوم تختار حاجة مهمة ثقافية اقتصادة أو شخص مثلا مهم وتتحدث عنه واليوم مثلا اختارت لأننا عيشنا صيف يعني كان الصيف لم يكن حرا كان بارد وكان ماطر فيه معظم الحوض وأيلول هذا الشهر أيضا وشهر فيه بلال كثير فيه مطر كثير طبعا مع قرب الشتاء ومع قرب الخريف ومع قرب تأخير عقارب الساعة يصبح النهار أخصر ومع قصر النهار وبدء الليل وبكر كثير من الناس شعرون بالكآبة حالة الكآبة مثلا في هذا الوقت يعني عند الناس أن المحلل النفسيين دائما تحدث في نتيجة تغير الفصل وهي طبعا تأخذ قصيدة مشهورة لجون كيتس إلى الخريف وهي تعتبر هذه القصيدة من أجمل قصائد جون كيتس الذي يتحدث فيها عن الخريف ويمدح الخريف في استقبال الشتاء القارس هو يتحدث عن الخريف كمرأة جميلة ويحاول أن يتحدث والشتاء القارس هنا ينخر الإعظام طبعا في بريطانيا سيد إبراهيم أشكرك ومحمد عايش صحفي المحلس شكرا لك وأنتم مشاهد الكرام إلى هنا نصل إلى ختامي حلقة اليوم من جولة الصحافة هذه تحياتي والفريق العامل ونمتم دوما في رعاية الله شكرا لك